اشتركوا في القناة 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 ثلاثة ملقوشين بالضوغي و ثلاثة ملقوشين بالبيض أحسن حاجة يا سرح فشكت سعلي كنت تضربها واحد تدويشة يا سلام احساس سرائي جدا المهم أحساس سعريب هذه القطرة التي كانت صفتت لها خدر صحبتي كنت تعقلون كنت جبار تجيدها معكم هيا سكريني و هيا بغيتوها بزفر البنات اللي كانوا وقالوا لي ما كانت بينا لينا هيا بنا هيا بزفر شكرتها لها صحبتي قاتليها في النه هيرا ماشي زيت هي قطرة يعني بحل ما تشقي بها شعرك مور ما تدوشي فانتوني لبقى أنا شعري محدو باقي فازك غالي ناخد بحل هكا ونبدأ نشقي بها شعري ونخلاح تدويشة تانية وشعري راها ريحتها ما تدرونشي ما حتى شي حاجة فيها تقريبا بحل بحل ريحت فليو بحل مهم ريحتها زوينو ونبدأ بحل ريحتها تستعمل شي بخفو من بعد عادي ونقوم بإعطاء وقتها جيد ونقول لكم كيف حاجتني هي صار حاجة ترزوينة كطور شر وذلك شي كامل ولكن راكم تعرفون الذين كنت تعمل نتيجة ودعونا نتيجة فينا هي دعال بقى السنس كوسمتيكس مغار سوف أقول لكم بمناسبة عام نقص على كثير من الاتمينيين لكن انا سأجربوا مرحة ضوين البنات نحكم أنه مستعدون معها نخلق لكم نمرة في صندوق الوصف لكي تكون تركتها مرحة ستفت بخصوص السنس كوسماتيكس مغار نشاء محقا فوقت وضع هذا أجل سأقوم بعمل هذه المشكلة وستفد منها ونشرد هذه المشكلة كي تبقى و تربح الوقت حتى لو تُلقي بالأس سوف تبقى فيها كما تتهمني رأسك ومشكلة بالمشكلة لكي لا تجد لقيته لا تجد لقيته سوف نفعل ذلك نشغل بها جيد اذا كنت ارى اخر مهمة نريد ان نتعرف عليها هذا الماكك جاكرة ترى دائما تستعمل دائما هذا الماككة الانيفاك في الواج خطير زوين من احسن لا تستطيع ان تجربه سيكون شعرهم متقصف يكون ناشو و يبدأ يتقطع يتقرد هذا يستعمل أي شامبوان استعمل و يتجرب من المشكل بعد ان نستعمل البنية سوف يكون شلال الشعر ادستعمل لا تدارسك أجل كما احتوال الشعر بحل البشراء من المشكلة و يجب ان يكون شعر صحي من المشكلة و يسoki لديكم خطني لا تقلقوا على الأشخاص عمل المسكات و يكونهم طبيعي يجعبون المدومة نتيجة رائعة جدا بحال إذا قدرتوا بشي الصون خطر في شي سالون اللي يعطيكم نتيجة زوينة بالنسبة للسوكينا أكيد سأخبركم حتى إياه ما نديرها إلا بوستكومون دوما نعنزها سوف نديرها في البرج فامري ديال ندوش شوبي ندوش اللي كينا في لازمتما تلقاوا العقام ديال انيوار بخي يليش كانا راح ديسقوني بالتمار ايوه اهنا صوفيا غي جات ملايكول بديت كنقيس لها بالنسبة للبيسات اللي خديت ليها وقلت بالله هتين صور اللي بنات حتى هوما خديت ليها لبيسات جداد من عندو واحد لباج انستغرام لقيت عندو لبيسات زوينين ديالوليدات ابنيتات كالتي فنة لبنات انا فاش قسط الحواج والله لا لا كالي تدي لهم زوينة بزاف وكتعرفو دائما فاش كنشير لبنتي شاحلة كنشارك معكم تانتم عرفة بزاف ديال الامهات عندو موليدات ابنيتات كتبغي وبحال هاد بحال هاد لباج بحال هاكا خديت ليها لبسات اللي باكي ماشو فيها السريويل وهذا كتريكو خديت ليها لبيسات تانية فيها كسيوة حين صوفيها كتحمق على الكسيوات وخا مشي وقيت الكسيوات هادين عارفة اولا قدر لبس لها ليبا مع اللولا بحال هادين خلاتي يبدي يسخلحها شوين قلبسها لها مهم يعجبوها اهم حاجة انها فرحات بيوم اخديت ليها هادي مهم نرى كتبوز عليكم وكتوريكم وكتوريكم اللي بيسات كيفية جواء خديت ليها هاد الاخرى هادي مهم نزل انستغرام خلاص هتكون نشتهم حين تبارتاجيتهم معكم دك الشيالي شالبنات ما تنساوش انكم تتبعوني في انستغرام كنشارك معكم اي حاجة اما بعد المرات كنكون قاما كنصور فلوغ وكنبرتاجي معكم كل شيء مهم هنا صوفي راهيات مقدراتش باش تكمل ليها ليبيسات كاملين غادي نكمل معكم غير كنوريهم لكم خديت ليها هاد البيسة هادي الخرى اللي كتجي بحالها كدر مشي دجين غيتوب كي بنبحل دجين مهم جاتها تايزوية ونسبار كلها في الليبيسة فاشق يستهاليها بالنسبة لهادولي كي يجيو دي زنسانبل بحالكة انا كي يجيوني بخاتيك بالنسبة لبنتي ليكول هاكا ما كان بقاش مبرسة راسي لبس ليها لورق اللي باش منسروال يعني كتكون لبسة كاملة كتجيزوينة يوي اختي هاد المونطول اللي كبير 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 بلاقياس اللي بغيتم نسلفو لكم نسلفو لكم شوفوش حال صغير وراغي الكاميرا كتكبر وراغي ديال الالة بنت خوية خديت لها تايحويجات منيبانوية عندها حويجات ديال ليبيبي قلت بلاتي ان اخد لها تايحي اخدت لها ديال المونطول اخدت لها ديال البيسة غير هي في الاخر بقيت كنقول هادي وش ولاد ولابنت ولابنت استقاط في الاخر وليدت حين فيها ميكي ماوس مهم مهم انا اخديتها ولي اعطى الله اعطاه كانت فائلة ليوم باش يزيدوش يوليد مهم كي ما كتلكم خديت لها هادي راكيني عند احتحويجات ديال الزيادة لبنت عندها تكشي كايح مقصة راحة ولا كاليتي انا نشاهد لكم بها كتر فورا ما غاديش نشكر لكم ش حاجة لما كانتش ديجا شكرا راسها الكاليتي ديال حويج زوينة بزاق خديت لها هادي البيسة الخورة الآلاء احتها هي في الغوز بحلاكة هادي فيها ليكولة غير انا اختارت لها زيما هاد الغوز هادي هاديو ديال العام اللي اخديت الآلاء انا وخاها الآلاء مازا ما كملتش عام ولكن قلت الله ما اخد لها ديال العام تقريبا بقاتلها واحد شهر شهر ولي شهرين باش تكمل عام ويلا يلا 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 يا راكم عارفين انتر اسغلتها بضغية ضغية اخديت لها هاد الاخر شوفوا لي اختي هادش حازوي ونس خيخا شوش حالبطن من الداخل ديال هادو خيطة البرد اللي احنا فيها المهمة اعجبوني الحوجات كان حمقا على الحوجات ديال اللي بيبي بالنسبة لها تصحاب نترك كديرت الدراري يعني ماشي غي بنيتات ولدات وبنيتات لنص الوقت نبا نخلي لكم النمرة ديالهم حتى هو صندوق الوصف ايلا كنتو مهتمين انكم تاخدوا عندهم شي حاجة مغيت نشارك معكم واحد الفكرة يلا بو تطبقوا احد انتو مع وليدتكم علاش الله انا خديت لصوفي هادلي باك من عند الماجازن ديال السوس اللي كانو اخر مرة قدمشيت عندهم بارتاجيت معكم كيديرو لزفنمان لبوفي ديال حفلات لعراسات لعياد الميلاد كيما كتلكم اخديث من عندهم هادو هادلي باك باكتو مالاقبل اللي متخيس ديال بنتي الساسيدة ديال بنتي كيما كاتشون مكتوبة هنيا مرسي متخيس باكانس كيما كتعرفو احنا على ابواب العطلة وقلت علاش اللان نعطوهم دي سوفنير بحلاكة شي حاجة اللي رمزية اكيد يستحقوا كتر اكيد كيعونوا نفطر بيا ديال وليداتنا وكلمة شكر قليلة فحقهم وبنتي اجبتها الفكرة بزاف وفرحات بيها وقلت علاش اللان تبرتاجي معلي مع واحدة هم اللي متبعيني اللي بغوا يفرحوا ديالهم بش حاجة بحالة كيقدموها اللي متخيس ديالهم والله يلا بحالة للحاجات كيعجبوا وليداتنا انا بنتي بعدها اجبتها الفكرة بزاف 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 فاش قلت لعسوفيا ناخد لكلي قادو تعطيهم الاساتيدة ديالها حين تكل مرة كتدخل كتجي من ليكول كتبقى تعود لي على الاساتيدة ديالها كيفاش كي تعابلوا معهم كيعطوهم لي بونبون فاش كي يديروا شي حاجة زويني يعني تهو ما كيشجعهم بدورهم فهمتني ودائما بنتي وقت ما كتجي كتبقى تعود لي بحالة للحاجات وصرح الفكرة مادم حنان مورت المجازن ديال سوس إليغانس إبنت هي اللي قطرحاتها علي واجبتني بزاف وقلت علش لا نبرتاجيها معكم حتى انتم المهم هنا يا جيت باش نبرتاجي معكم لكومون ديالي ديال أغيف لهم راكم عارفيني كل شاركة نيوز كوموند وخصم حولي كان تطار ما كان نبرتاجيهاش معكم هنا اللي بخد بي خلاص تكونوا تعودوا ليهم غاتشوفوا شنو خديت أنا اللي بغيت نقدر لكم عليها البنات هي الفرصة ديالت أغيف لهم بغيت نقول لكم قالفة مني متبعيني دابة وكي تسنتولية تسنتولية مزيان وسمعوا شنو غادي نقول لكم هاد الفرصة والله هالبنات ما غاديش لقيها في شي بلاسة واحدة أخرى وما غاديش لقيها في الشاركة واحدة أخرى إيلا راهنا عارفكم عارفكم دابا مني كتبقوا تسمعوا هادل دارك تقولوا وأنا يقدر ندير ديما كتجيكم ديك الفكرة أنكم غا تفشلوا ما عمركم تفكروا بطاقة سيلبية دائما فكروا في الحوائج الإيجابيين قولي نقدر أنا ندخل وندير يكون هذا هو الباب اللي غادي نبدأ منه غادي تكون الانطلاقة ديالي منه قولي من هنا يا غادي نبدل حياتي من هنا غادي نغير حياتي الحاجة زوينة غادي نطلفوا لي داتي غادي ولي عندي صالي غادي ولي عندي دخول ويمشوفوا البنات والله يترون معكم بحلقتكم أنا هادشي أنا زع ما داخلها فيه ماشي شي واحد عاود لي أو لا ترون معكم عند تجريبة الشركة ديال أوي فلا مزوينة بزاف يربح كتير ما خسرتي التحاجة تسجر كيكون فابورة ورغتي غير آجي وجرر بيحضك حتى انتهي علاش اللانقاء هاد الناس اللي كالشوفوهم مقاين في الشركة وصلوا لمستويات اللي راهم عالية وتبارك الله أخدوا ألقاب اللي راهم كبيرة راهم ماشي غير جاو وماشي غير جاو ورقودك شي غاكك داخلوا وخدموا وداروا النية أول حاجة وتقف الشركة أول حاجة تكوني طيقة الشركة وطيقة حتى في راسك وغاد قولي أنا إن شاء الله غاد ينجحوا بجهد الله وكي ما تنقول لكم ديما انتو مغيدلوا الخطوة الأولى وربيرا تيكمل ربيرا ما تيخيب حتى شي واحد أنا دائما سأعرض عليكم الفرصة ديال أغيف لهم حينت أنا دائما تنقولوا حد المشروع اللي بدون رأس مال عارفة بزاف ديال الناس اللي ما تقدروش أنه مديروا مشاريع وسيختوف هادلوقت اللي ولا تصعيبة صعيبة بزاف تزمت عليش حابن واحد راكم عارفين الأوضاع كيفاش دايرين علاش اللي لا منعتش فرصة دراسي حتى أناين نود نخدام نود تانيين نصغر راسي ولي داروا الناس نديرها وربيرا ما كنت لكم راكي يكمل مرحبا بكم وألف مرحبا كنخلي لكم دائما مرتختي صندوق الوصف راهنا الإشارة ديالكم بصفتولها غير ميساج في الواتساب 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 ويا كاتتاخذ غيرا كأخذ ناسيونال ديالكم وكاتقيدكم كندخلكم للغروب ديال الواتساب لأنه بينسوكينا معكم فيه وتما كاتتفهموا الخدماء كاتتفهموا الطريقة للخدماء وكل شيء كنشرحوا ليكم بلي داتاي ما يمكنش تحطي السؤال ديالك في الغروب وما تلقيش الجواب مستحيل أنا سنقولها لكم من هنا أي سؤال تحليك على بالك أكيد تلقي الجواب ديالو يويل الله هنا يا جيت صيبت واحد طبيلة زوينة حين اليوم غنجمعوا اللي أشان أنا وخواتي وواليدية واليوم كومونديت ليسوشي حين فاطمة أختي سيختو فاطمة أختي كتحمق على ليسوشي فلت علاش اللان كوموندي وندوز وقيت زوينة أنا دائما نقتم لقيت الفرصة أنني جمع عائلتي وخوتي وواليدية وندوز وقيت زوينة ونضحكو ما كانت ترددش حين كما تقولو دائما لاحظت زوينة رهي لمشات مع مرها ما كترجع ودونك الواحد يبخوفي ليش لا أي لحظة قدرت تعيشها يا زوينة عيشها هاتي دائما كتشوفو أنا في الفيديوهات ديالي دائما كنبرتجي معكم هاد القضية وصيختو ديالعائلة حين العائلة هي السند في الحياة هي كل شي في الدنيا طلوا في وليدكم وصيختو الواليدين كنقولها وتنكرر عليها حين صراحة ما كيعرش بالحق ديالهم غير الناس اللي ما عندهمش ما عارتش نو غادي نقول لكم ما زالو لكن الصراحة الصراحة لبنات قد ما قدرت تدوزي وقيتها زوينة مع واليديك ما تترضيش ويما الغزالة ديالي غادي نقلصون تشوف خاطرنا بالنسبة لشيوة ديالنا أكيد رهي من عند البيهجوة السوشي وعن نخذيك لشاك كامل لعسوب لسوشي يخذيس عندو كلي بلا كامل اللي كانت شوفوا تباركت الله يعني ما شاء الله ما شاء الله ما عندي ما نقول البنا يعني مش يغل ديكور لكن يختحت البنا تبارك الله عليه كي قد أطبق زوينين بزاف منسبة لسمية ديال أطبق أكيد ما قدرش نقول لكم اسمية ديال ما كان عارفهمش عندهمش اسمية شي شكل ولكن ولكن البلاد ما شاء الله كي قد ودك شي غزال بزاف الغيستغون ديالهم راكم عارفين بلي كان في شريحة سنتاني شريحة سنتاني حدا وكنتوها بالضبط لنزيل أقدير تبارك الله وليتو كاملين كتعرفوا البهجة في مكان بالنسبة للسوب اللي أنا كنحمق عليها هادي كنحمق عليها كامل وخصوصا تجربوها في هدوقيت اللي برد غير تقول أي ولي عندكم إدمان عليها تبارك الله كي قوموها بزيان بزيان هنتم ما تشوفوا كيفش ديرها عامرة بلي بخوي دماغ بنينا ما شهيدكم اللي كان شهيا غير تسمح لي تسمح لي ولكن شاركت معكم زي ما نهاري كيم مداز اشي وتنا شاركت معكم كل شي شوه سبارك الله لسوب ديال بخوي دماغ كيفاش عامرة زي ما ما عندي ما نقول وحتى كما قتلكون ما دقرأ جدا قبل ما مشي نجيل لاغوتين ديالي غيرت نتبارتجي معكم وليتو هد حاجة لزوينا بزاف وكما كنتعرفوا اي حاجة كنا نقضي لها سيوك لقى فيها فاكيد كنا نشاركها معكم بلا ما نتردد خصوصا لما مولي عندهم ولدات كلنا كان بغير ولداتنا تربى على الصلاة كما تربين احنا من صغرنا كما ربونا والدينا نعلمهم كيفاش يتودع وكيفاش يصلي وبزاف ديال الحاجة جيت لكم بوحد طبي اللي غا تتعاونهم بزاف بانسيو تشجع الولدات انهم يتعلموا الصلاة فيها طريقة كيفاش يتعلموا الصلاة فيها القرآن وفيها الأدعية واللي اجبني فيها كتر انها فيها سبعة دياللغات يعني بأي لغة كان يفهم والذكر ها يقدر انه يفهم يعرف كيفاش كما كلكم الخطوات ديال الصلاة الخطوات ديالوضو القرآن الكريم بزاف ديال الحاجة غزالة لبنات بزاف اكيد سأخذ لكم انا لبجرة لما اخذتها حتى انتم اذا كنتم مهتمين بها اتقدروا التواصل مع السيدة لانسيو اتصفت لكم بانسيو وتصفت لكم فيما كنتم سنحاول نرى كيف تعمل هي ديالجة تعمل بالحجرات هنا انا ديالجة اركبت الحجرات هنا سافي وعود تسدي لها ثلاثة الحجرات من بعد تخدموها من هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للصوت البنات يتزاد يتزاد ويتنقص على حسب اللي بغيتو كما يجب لكم فيها سبع ديال لغات مثال بحال دعبة الى ضغطنا الوضوء هنا هي طريقة تم الصوت تقدروا تنقص ها بالنسبة للصوت اللي نقص دعبة ضغط نقص كما طريقة الوضوء كما تكون عاد كين الصلاة مهم كيف الشرح بالتفصيل وأكيد أنتم سوف تشرح الوليدات في الوضوء كما أخبرت كما أخبرت الوضوء سوف يستفيد ومنها سوف يقوم بالتفصيل ومنها أخبرت أن الوضوء والصلاة والأذكر فيها كل شيء بالتفصيل سوف أخبركم كما يجب كل شيء أخبر بحال البنات كما تشرح لكم الطريقة كيف تقدروا استخدموها المهم بالنسبة لكم المعلومات السيدة إذا كنتم مهتمين بها لغوتين المترجم 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 المترجم